لقد تم استقبالنا في هذا اللقاء وهو شرف منحه لنا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لقد تم إفادنا من قبل رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تشياني حاملا رسالة هامة كان الهدف من هذا اللقاء هو استعراض جوانب التعاون بين البلدين هذا اللقاء استغرق ساعتين من الزمن رغم جدول الأعمال المكثف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم مناقشة القيم الأساسية الثلاث للشاركة حسن الجوار نتقسم حدود مشتركة طويلة الأخوة يوجد مواطنين من الجهتين وهي نفسها وكذلك صداقة كان من الضرورية عدد تنشيط هذه العلاقات التي تأثرت منذ أحداث السادس والعشرين جويلية النيجر تعتبر الجزائر البلد الشقيق والجار والصديق كان من الضرورية تكون بجانبنا منذ الساعات الأولى عندما هددنا بهجوم فشعرنا بغياب هذا الأخ والجار لكن التوضيحات التي قدمها لنا السيد رئيس الجمهورية الجزائرية أثرت فينا بعمق وسوف ننقلها إلى الرئيس النيجيري النيجر دولة غنية بالموارد الطبيعية ويمكن للجزائر بخبرتها وتجربتها أن تلعب دورا رئيسيا في تطويرها لصالح شعوبنا كما قمنا بإزالة نقاط الظل التي قد تكون موجودة بين البلدين وأكدنا على التمسك بسيادة البلدين لكن النيجر اختار الطريق الذي يعبر من خلاله عن غيرته الشديدة عن سيادته النيجر يلاحظ أيضا موقف الجزائر الثابت الرافض دائما للتدخل الأجنبي في شؤون داخلية وقد تم مناقشة كل هذه المواضيع خلال هذا اللقاء الجيل الحالي محب للسلام كما هو دائما جيل ملتزم بالدفاع عن سيادته واستقلاله الحقيقي مهما كانت الظروف ولصالح كل ما يتطلع إليه المواطنون